عبد الرزاق صغور صباحك سعيد أستاذ الأنبك إذن اليوم جلسة التصويت ستكون هي الفيصل في مشروع قانون الانتخابات الجديد سواء بالقبول أو رفض هذا المشروع لكن سؤالي الأول أستاذ أنتم كأكاديمي كمحلل سياسي كل طرف في المشهد السياسي في الجزائر يريد قانون على مقاسه لماذا ربما لا تتوافق الأحزاب السياسية سواء المعارضة أو من الموالات مع الحكومة على سن قانون يرضي الجميع بسم الله الرحمن الرحيم بداية أعتقد أن تاريخ الأحزاب السياسية في العالم منذ نشأتها سواء في بريطانيا أو في أمريكا أو في هولندا أو في فرنسا إلى غير ذلك كانت دائما هذه الأحزاب تعبر عن منطق مجتمع معين سواء كانت أحزاب طبقية تنتمي إلى طبقة سواء كانت أحزاب دينية أو أحزاب دائما هي أحزاب اتجاه في الجزائر ربما قانون أو دستور 89 افتح المجال السياسي بحيث أن 89 أصبحت هناك أكثر من 70 حزب تنشط في الجزائر هذا الأحزاب نحن لما يكون كل ما تتعدد الأحزاب معناها تتعدد البرامج 60 حزب معناها 60 برنامج 70 حزب 70 برنامج 50 حزب 50 برنامج هل يمكن لدولة لشعب مثل الجزائر أن يستوعب أو يستوفي أو يستطيع أن يتقبل 50 برنامج أو 50 إديولوجية أو 50 تجاه لو الآن نصبت هذا على أي دولة في الخارج سواء مثلا أمريكا هناك حزبان رئيسيين بريطانيا حزبان رئيسيين فرنسا حوالي خمس حزب هناك تيارات ربما أو يعني مثلا في فرنسا هناك اليسار وهناك اليمين وهو شيء الغائب في الجزائر صحيح الأحزاب هي تعبير كما قلت طبقي أو اجتماعي وبالتالي تكون هناك الأحزاب اليسارية التي تمثل الطبقة الشغيلة والعمال وعامة الناس وهناك الأحزاب اليمينية أو الليبرالية والتي تمثل عموما الطبقات الرأسمالية أو البرجوازية أو غيرها الآن العملية التنظيمية في العالم نجد أن الولايات المتحدة العمليكية عملة ثقف أن الأحزاب يجب أن تتحصل على الأقل 6% في بريطانيا أو فرنسا على الأقل 5% وبالتالي نجد أن هذه الدول فيها أحزاب بريطانيا فيها أكثر من 100 حزب ولكن هذه الأحزاب لا تصل بقات هناك خمس أحزاب رئيسية في بريطانيا حزب العمال، حزب المحافظين، حزب الأحرار الليبروز والديمقراطية الاجتماعية السوسيل ديموكراتس إذن اليوم في الجزائر أعتقد أنه حان الوقت أن تنظم العملية السياسية في الجزائر ولما المشرع أو رجل السياسة أو الحاكم أراد أن ينظمها هي خلقت نوع من رد الفعل لدى الأحزاب المتضررة التي شاهدت أو رأت أنها متضررة من هذا القانون وهذا من حقهم نعم إذن أستاذ عبد الرزاق صغور أنتم تؤيدون ربما فكرة ورأي أن قانون الانتخابات الجديد جاء لتنظيم الحياة السياسية للقضاء على الأحزاب الفتية الموسمية والتي يقال عنها أنها تستعمل اعتماداتها كسجلات تجارية هو حقيقة أكيد أنه النظام السياسي في الجزائر بعد تجربتين الآن وهذه التجربة منذ تسعة وثمانين منذ نشعة التعددية وتسعة وثمانين إلى اليوم الجزائر مرت بمراحل عديدة مرت بمراحل عدم استقرار ومراحل فوضى ومراحل فيها كل الأشياء وبالتالي الآن أصبح النظام السياسي في الجزائر له أولويات الأولوية الأولى بالنسبة للنظام السياسي الجزائر هو الأمن المواطنين الأولوية الثانية هو إطعام المواطنين أي اقتصاد وتنمية الوطن الأولوية الثالثة هو خلق استقرار سياسي وبعدين الأحزاب السياسية تأتي كعملية تنموية سياسية بمعنى المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة في تمثيل الشام إذن لليوم هذا القانون جاء كمنظم ريجيراتر للحياة السياسية حتى يمنع الأنفلاتات حتى يمنع الأنزلاقات حتى أن تصبح في المستقبل لدينا تكتلات مثلا تكتل الأخضر أو الخضراء هذا التكتل الآن هو يجمع مجموعة من الأحزاب ذات الاتجاه الإسلامي أو الاتجاه الديني وبالتالي من حقها أنها تتكتل هناك ممكن أن يتكتل الاتجاه وطني في أحزاب هناك اتجاه مثل لبيرالي يتكتل في أحزاب إذن الآن ابقى المضع على حاله أعتقد أنه لا يخدم للأحزاب الكبيرة ولا للأحزاب الصغيرة وأنا لا أعتقد أنها مهما كان فرغم أن القانون أكيد أنه كان قاسي إلى حد ما على هذه الحزاب لأنها لم أعطيهاش فرصة أنها تستجمع قواها ولكن مع ذلك فهو حامل ضروري لإتمام عملية الإصلاحات التي هي الأنفل وبالعودة دائما إلى بعض المواد التي أثرت جدلا في مشروع قانون الانتخابات خاصة المادة التي تشترط الحصول على نسبة أربعة بالمئة في آخر انتخابات سابقة أستاذ يعني لو ربما نحلل وكذلك ما شاهدنا في الانتخابات السابقة هناك بعض الأحزاب ليست لها قاعدة شعبية في الجزائر لكن عكس ذلك هناك من هذه الأحزاب الفتية والمجهرية من يقول أن هذا القانون هو قانون تمييزي عنصري غير دستوري وكأنه الآن لدينا أحزاب من الدرجة الأولى وأحزاب من الدرجة الثانية وفي الحقيقة ليس القانون هو الذي حدد قدرة الأحزاب أو قوة الأحزاب وإنما الانتخابات رأي المواطنين ورأي الناخبين الناخبين هم الذين يحددون مدى إمكانية الحزب ومدى قوته وضعفه الآن نجد أن هذه الأحزاب لو نخضع هذه الأحزاب التي سميناها سبا موسمية أو مجهرية أو مناسباتية أو نطلق عليها أوفتية هذه الأحزاب في مرحلة ما لعبت دور أساسي في تنشيط الحياة السياسية ولا غبار عليها هذه الأحزاب لعبت دور في مرحلة معينة وأنها استطاعت أن تنقض النظام وتساعده في إدفاع طابع الشرعية وعطات له شرعية حسن أن هناك من يقول في مشاورات هذه الدستور يعني كان لها يعني الوزن بالضبط سواء في المشاورات الدستورية سواء في العملية الانتخابية السابقة عندما تمت بعض المقاطعات هذه الأحزاب كانت دائما حاضرة لفك الحصار عن النظام وبالتالي أصبحت لها نوع من الشرعية التاريخية ومن المشروعية لكسبتها من خلال الممارسة ومن هنا أصبحت ترى أنها من حقها انتبقى لهذا الآن هي لم تستسغ بعد عملية إقصائها هي تعتبر أن العملية ليست قانون وإنما عملية إقصاء وهي تعتقد أنها العملية مدبرة ولهذا اليوم أعتقد أنه بالنسبة للراجل الدولة في الجزائر أو الدولة الجزائر الآن مسؤولة والقانون مسؤول والقانون أهم حاجة في القانون هو أنه يحدد وأنه يضبط ومدى ما يحدد ويضبط فالآن يحدد من وضد من معناها فيه مسؤوليات وفيه واجبات ومن هنا الآن هذا القانون أعتقد أنه جاء في وقته لأننا في المستقبل مستقبل صعب مستقبل لا يرحم الوضع الدولي متغير النظام الدولي متغير جدا ونحن نشاهد الآن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يترتب عنه عالميا معناها النموذج الحالي معناها لم يعد صالحا خروج بريطانيا أكيد أنه بتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي معناها أنه النظام الحالي الدولي أو للوضع الدولي الحالي غير مستقر وبالتالي هناك متغيرات الجزائر دولة مهما كان لها موقحة لها تاريخة لها أهدافها ومن هنا أعتقد أنه يجب إصلاح البيت وهذه دخلها في الإصلاحات التي يجب أن تكون داخل المنزل نعم أستاذ عبد الرزق صغور سنتحول بالمشاهدين إلى المجلس الشعبي البطني إنه يتواجد هناك زميل أحمد مدني تفضل أحمد صباح النور زميلي بسا نعم مباشرة ومواصلة للنقل الحي والمباشر بتليفزيون النهار لمجريات الجلسة العنانية للتصويت والمسادقة على مشروع قانوني الانتخابات الجديد وكذلك الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في صيغاتها الجديد قبل قليل بدأت الأشغال رسميا وذلك بعرض التقرير التكميلي للقانون العضوي لقانون الانتخابات من طرف مقررة اللجنة طبعا لمزيد من التفاصيل حول التعديلات الثمانية والتسعون التي رفضت التي اقترحها سادة نواب ورفضت من اللجنة أي أن التقرير التكميلي مطابق تماما للنسخة التمهيدية سابقا أو كما صادق عليه مجلس الوزراء لمزيد من التفاصيل يحضر معي ضيفاي على يمين الأستاذ عبد الناصر قيوس وهو نائب وعضو اللجنة القانونية كذلك وعلى يساري الأستاذ محمد الداوي نائب عن حزب الكرم سيدي أولا صباح النور طبعا أنت عضو باستفاتك عضو في اللجنة القانونية القرار التقرير التكميلي طبعا جاء صادما لنواب المعارضة ما هو تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة نحن على قلتنا نحن نواب جبهة العدالة والتنمية ونواب كذلك المعارضة الآخرون ولكننا أخذنا الأمر بكل جدية أخذنا الأمر بكل جدية منذ نزول المشروع إلى لجلش قانونية بحيث سجلنا حضورنا منذ البداية وتفحصنا جميع المواد مادة بمادة ليس فقط لنا لأنفسنا فقط نحن الموجودون داخل هيكل كنواب في المجلل الشعب الوطني ولكن دفاعا عن الأحزاب الأخرى السياسية التي لم تسمح لها الفرصة أن تكون متواجدة في المجلل الشعبي الوطني قدمنا من خلال مداخلاتنا كانت مداخلاتنا قيمة كانت مداخلاتنا تعلق المسئة الجوهرية التي جاء بهذا المشروع خاصة المادتين 73 و94 بغرض فسح المجال لكل تشكيلات سياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة كذلك لاحظنا بأن 98 عفوا تعديلا جاءت من نواب المعارضة مختلف تشكيلات سياسية وحتى من نواب في جبهة تحرير الوطني هم كذلك كانت مداخلاتهم البعض منهم سواء داخل اللجنة بحيث البعض منهم كان مع حدف النسبة وهي 4% وكانت تنسيق على كل حال بيننا في نواب جبهة العدالة والتنوية ونواب المعارضة مع نواب في جبهة تحرير الوطني بغرض توسيع دائرة الرافدين لهذا المشروع ولكن للأسف الشديد للأسف أقولها بكل صراحة وهذا على كل حال ليس بجديد فهذه الظاهرة لاحظناها في أثناء منقاش القوانين السابقة دائما في آخر لحظة تأتي التعليمات الحزبية دائما في آخر لحظة تأتي الأوامر بالهواتف دائما في آخر لحظة يتم التراجع عن كل ما تم تحقيقه ولو مبدأي من خلال من خلال تعديلات أو من خلال المداخلات ليتم في نهاية إعداد تقرير تكميلي نهائي مطابق لمشروع ما جاءت به الوزارة وهذا الأسف الشديد هذا نسميه تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية تراجعا عن عمل البرلماني وأصبح البرلمان ما هو إلا مركز عبور أقولها ما هو إلا مركز عبور لمختلف المشاريع القوانين التي تمر إلى المجلس الأمة ثم لرئيس الجمهورية ليصادق عليها إذن شكرا سيدي إذن أستاذ الداوي كما سمعت مدخلة سيد عبد النصر قيوس وصف البرلمان بأنه يعني تابع لجهاز التنفيذي هو برلمان لا حدث وكذلك موقع عبور ما هو تعليقكم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة يعني في حزب الكرامة نأكد على الشيء الذي تفضل به زميلي ناصر لأنه نقول يعني من خلال الدستور الجديد والأحزاب التي شاركت فيه وشاركت في الجدار الوطني كان أمنتها وروج أنا ذاك من طرف السلطة أنه سندخل جمهورية ثانية سندخل حاجة عودة إليكم من جديد سنعيد ربط الاتصال بزملاء بالمجلس الشعبي الوطني في هذه تاطية الإخبار عودة إلى ضيفي في البلاطو الأستاذ عبد الرزاق صغور كما استمعنا لأحد نواب من أحزاب المعارضة قال أنه ربما في آخر لحظة تأتي تعليمات من أحزاب الأغلبية للمصادقة وتصويت على أي قانون كان هذه نتيجة منطقية على كل الأحزاب السياسية أكيد أنها تنظيمات ولها قيادات ولها أسس ولها مصالح ولها أهد ومن هنا كل الحزب يستسير بالحسب المصالح التاوي ومن هنا لا أعتقد أن هذه جريمة أو أن هذا الشيء في كل الدول في كل البرلمانات في العالم الحزب النائب ليس حر بالمطلق فهو ينتمي إلى تنظيم فهو ينتمي إلى حزب فهو ينتمي إلى إيديولوجيا وبالتالي الحزب النتاء هو الذي يحدد السياسة العامة ومن هنا لا أعتقد أن هذا شيء غريب وشيء غير مقبول هذه هي قاعدة الديمقراطية هذه قاعدة قواعد اللعبة واضحة فضوع العقلية الأغلبية إذا كانت الأغلبية مع القانون فالقانون يمر ومن هنا لا يمكن أن نلوم إلا أننا لم نستطع أن نجن أنه صف البرلمان أنه أصبح برلمان لا حدث يعني أي مشروع قانون يعني يدخل إلى البرلمان يتم المصادقة عليه حتى وإن أثار ربما الجدل في السحة الوطنية هو لا نستطع أن نقول برلمان حدث أو لا حدث لأنه الآن هذا البرلمان هو الذي عدى للدستور وهذا البرلمان هو الذي بنت عليه الدولة كل مؤسساتها بما فيها الانتخابات التي أتت بهؤلاء البرلمانيين إلى البرلمان اليوم ومن بينها الاعتمادات التي تمت لهؤلاء إذن اليوم لا نستطع أن نقول هذا البرلمان لا حدث وإذا قلنا لا حدث فإننا معناها نعيد النظر في كل البناء السياسي الذي بنيناه بالتالي اليوم البرلمان هو موجود قانون مؤسسة لدولة جزائرية ينشط في إطار قوانين الجمهورية في إطار الدستور له سلطات له صلاحية المراقبة مراقبة الهيئة التالية له صلاحية سن القوانين له صلاحية المسادقة على القوانين هو الآن يقوم بدوره أما النعوت الأخرى فهي تأتي كرد فعل ربما نتيجة الصدمة التي لم يستطع أن يتقبلها الكثير وهي منع النشاط أو على نقل الحزبي الذي لا يتعدى أربعة في المئة لأن الأحزاب حقيقة هي التي تصنع البرامج وهي التي تسيغ المقرارات الشعب ومن هنا لا أعتقد أنه أربعة في المئة كبيرة نعم وسؤال أخير وباختصار فقط تحدثت قبل قليل عن الأحزاب السياسية والبرامج لكن الملاحظ في الجزائر يعني جل الأحزاب السياسية ليست لديها برامج وحقيقة أنه مسألة البرامج الآن لما نتكلم على برنامج في دولة نامية مثل الجزائر في دولة خرجت من وضع أمني خطير أنه من الصعب أن نتكلم على برامج تنموية أو اقتصادية لكن أعتقد حتى النظام السياسي كان أهم نقطة كان في الجدو الأعمال وهي كيفية إعادة بناء مؤسسات الدولة وحتى تعديل الدستور الأخير داخل في إطار تعديل بناء مؤسسات الدولة ومن هنا إلى حد الآن ما زالنا نعيش في حلقة مفرغة حول كيفية الخروج من الوضع المتردي الذي نحن فيه ومن هنا تصبح الأحزاب عندها دور الأحزاب الآن هي الآن موجودة من أجل الوصول إلى الانتخابات وليستفادات ذاتية أو شخصية وليس أكثر من هذا شكرا جزيلا لك الأستاذ المحلل السياسي عبد الرزاق صغور على كل هذه التفاصيل كنت ضيفي في هذه الساعة أخبرية شكرا لك إلى قطاع